اشتركوا في القناة بين الامس واليوم كانت ولا زالت مملكة البحرين احدى المحطات الحاضنة للأحداث الرياضية العالمية حيث شهدت المملكة انجازا جديدا لأسطورة التدريب البريطانية الاسكتلندي السير أليكس فريكسون بعيدا عن المستطيل الاخضر وقريبا من شقفه المتجدد بالبطولات في عالم سباقات الخيل بعدما حقق جواده المركز الأول في الشوط الخامس والرئيسي للجياد المستوردة لمسافة 2000 متر في كأس البحرين الدولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة كنت قدرتكوا منعمائ متجدد؟ أجل في نور منقذ 1986 لقد كانت أحفن السيادة tengo السيئة و Vancouver قدرتكوا في القناة ساعدة تلك قدرتنا ويشوري المفتاح هي لرامعة لنا ويشوري الداي للجياد المدع شكرا إلى في القناة وفي صفحات التاريخ كان لسير أليكس بريكسون موعد مع مملكة البحرين بأول مهمة خارجية له كمدرب لنادي منشستر يونايتد حيث شهد شهر ديسمبر من العام 1986 إقامة مباراة ودية جمعت بين نجوم الخليج ومنشستر يونايتد الإنجليزي ضمن احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية بحضور جلالة الملك المعظم ولي العهد آنذاك ليتجدد اللقاء اليوم في رياضة أخرى وإنجاز جديد اشتركوا في القناة